هذا تحذير وبيان وفضح لمجموعة من اللصوص يدخلون على الناس بيوتهم في هذه الأيام المباركة فيهتكون سترها ويأخذون أعز ما لديهم فإذا عرفتهم فشارك هذا المقطع مع من تعرف ومن لا تعرف حتى يحذر الناس منهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعد التعجبون تقولون كيف يشهد اللصوص يدخلون لبيوت ويدخلون يأخذون للناس أعز ما يملكون الأكثر من هذا والأكبر هو أنهم يدخلون بموافقة الناس ديال البيت ويرحبون بهم ويجلسون معهم ويعطيهم وقت ديالهم وفي الأخير يدخلون لهم أعز ما كي ملكون وهو الوقت ديالهم خاصة في هذه الأيام العشر الأخيرة من رمضان اللي فيها ليلة عظيمة ليلة التاج الليلة الجوهرة هذه الليلة الجوهرة ستترق منك وستتخذ منك من طرف هذه الوصوص أنا قبل أيام كنسمع شي شباب كي تحدثو والأدهى أنه كذلك الناس الكبار سمعناهم كي تحدثو على هذه المسألة على أنه كينا شي مباراة مهمة دي الكرة القدم مباراة النهائية والتصفيات أنا ما غنتحدش الآن على حكم كرة القدم ولا عبها ولا عدمول كذا لا ولكن كنتكلم على أن هذه الأيام العشراء والليالي العظيمة ستكون في هذه المباراة ليلا إذن ستوافق ربما هذه المباراة ليلة القدر فش كل أعظم عندك واش المباراة ولا ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان المباراة فيها على الأقل ساعتين ولكن هذا التقديم الأول والتحليل النهائي يمشي إلى ثلاثة سوية وأكثر ستبقى جالس وستبدأ المقابلة ويضيع هذه الأنفاس الكبيرة وهذه المنحة الربانية والعطاء الإلهي ثم كلقوا الوالدين يعيطوا لولادهم أجي وراكينوا أحد المباراة للكرة والولاد يعيطوا لولديهم والجميع يجتمع لما إذا دياله ديال اللاعب والله ولكن ما يجتمعوش على الخير والذكر الله وعلى القراءة القرآن وعلى القيام وعلى الصلاة ويحفل أولاد دياله وعلى الصلاة وعلى واضبوا عن الفرائض ديالهم ويحصلوا لشي باركة من النوافيل في هذا الشهر العظيم لا توجدوا هذا الشي تارك لي ولكن من يتكون هذ المباراة وليكن شي حاجة للي شي دوري ولا غيره إما يكون في الشامل ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب تلقاه يعيط لي راكين كذا وكين كذا وكين كذا ويجلسوا الجميع ويجلسوا الجميع ويجلسوا الجميع يأخذ من عندك بشوية ويديلك ولا مسلسلات وكتشوف لأنهم هيئين ومجدين كتلقاهم مسلسلات ديال خاصين برمدان ثلاثين حلقة يعني كيجيوك مع المغرب ونحن معروفين على أن سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر من المغرب حتى الفجر إذن كيجي كيجيوهم هذ المسلسلات وهذ الكشكولات وهذ الفكاهة وغيرها كيجي من بعد المغرب إذن داخل في الأيام العظيمة في الليالي الجليلة أفضل الليالي السنة فيها ليلة القدر داخلتها هي معهم إذن غير يديو لك من الليلة القدر اللي هي حسن من العمر ديالك حسن من ألف شهر ستضيع منها جزء كبير لكي تتعيى وتتابع وتتفاها وتتفاها وتجلس وتمشي تنعز وتضيع هذه الليلة اللي هي كبار من العمر ديالك وأفضل منه الضحي والله واللعي جادين فيه ولكن قراءة القرآن والقيام وحسن أذكار والإكثار والاستغفار والدعاء اللي احنا فأمس العجليه هاتشي زاهديد فيه من السرق هذلك ديال هاد الأيام المباركة العشر الأواخر هاد وسائل التواصل الهواتف هتلقاها وتلقاها المرأة والرجل غير كي قلم غير يدور هشنو كيدير كيرسل رسائل يا ليتها كانت رسائل أحاديث وأذكار وتذكير واستغفار ودروس دروس وأتحصر الدروس لدي العلماء لا تكلمش عن الدعاة والوعاة والناس الصغار طلبة العلم لكن تكلم عن العلماء علماء المشاهدات بالعشرات بالمئات والترهات والسفهات والخزعبيلات وغيرها المشاهدات بالملايين أنا غادة هنا أنا جي هنا أنا كندير هذه أنا ما كنديرش هذه أنا غادة لعند وليدية أنا مخاصمة مع الراجل أنا دير كذا ومتابعينهم ثم كذلك في تضيع في السوق والضوران وغيره هذا الصريقة هذول وصوص كي يأخذوا منك وكنزكيوا هاد شي وكنبعدوا وانترسلوا وانتبادلوا وانتقسموا وفي حين أن العلم إذا شابه يرتف ويدوز جزاك الله وخيرا ويدوز ما يتصنط لهم ولا تصنط لهم ما يقسموه مع الناس ما يشاركوه مع هذا الخير وهو رهغ عنده في كل حسنة عنده في الحرف الحسنة عنده في الكلام حسنة عنده في المجليس حسنة إلا من رحمة ربنا والشي الأخر ملايين مشاهدات رايحوا هنا يبال لك الحال دي لالأمة هنا يبال لك يبال لك الحال دي لنا مناش شوف مشاهدات شحال ديروة دي لفرموند عنش حكا توصل ستة المليون عشرة المليون سفاها تفاها حقارة وشوف درس ديني ألف ألفين فائدة أنا أنا كان أقول لك لأنك تتبع كل شي لا على الأقل على الأقل حياد عليك هذا الشي كيف حيادها حبسها جمع كنا نضيع أسرة كلها رب الأسرة والأم اللي هي راعية في البيت ديالها كل شي يضيع الوقت كيم شي في ظل الزمن اللي تقارب فيه الزمن صار كما قال لبي عليه السلام في علامات الساعة تقارب الزمن أقول لدينا السنة كالشهر والشهر كالجموع كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كاحتراق الفسيلة بحل أحرقتي ورقة ضغياك يدوز العمر ديالك يوه شلو غد تقول أمام الله عز وجل أشكال جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عيش ما شيئت فإنك ميت وأحبب ما شيئت فإنك مفارق وأعمال ما شيئت فإنك مجزابي رقة تجزاب الأعمال ديالك باش للناس في آخر الشهر يجيبوا الحصيلة ويجيبوا الكنز ويجيبوا الويسام ويجيبوا الشواهيد العليا ديالهم يوم القيامة ففرحانين بها وكيف تأخروا بها وهالزين ويتشرفوا بها ونتج جيب مسلسال فكهة جيب مسلسال أشفيه قال لك أنه مسلسل ديني في المديني واش بالله عليكم كنجسدو الأنبياء والرسول ويجيبوا في المديني واش وحد سكير عربيد أقل شيء محيد وقع ما سكير مع عربيد واش هذا مقصر واش مقصر مذنب كلنا مذنبون يمثلين دور نبي ورسول لمعصوم وليمثلين دور الصحابة رضي الله تعالى عنهم راه هذا هو الضعف بعينه الأمم ضحكت من جهلي هذه الأمة من ماذا رحنا أمة لا ننصر إلا بالإسلام كما قال عمر رضي الله تعالى عنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في دونه أو من دونه أذلنا الله الذل مع غير الإسلام والعز مع الإسلام شيء نعم أبينا نجيب ونضحكوه واش نحن في وقت هذا تضيع الوقت العشر الأواخر فيها ليلة القدر واش الله عز وجل ينزل في هذه الليالي نزولا يليق بجلال وجه عظيم السلطان فهل من سائن فأعطيها هل من استغفر فأغفر واب كثير هذا عطاء كبير هذا كينزل الروح جبريل عليه السلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر الملائكة بعدد الحصة في الأرض جبريل كان كينزل بالوحي عندبي عليه السلام كينزل كل سنة في ليلة القدر أعظم الملائكة كينزل الملائكة كثور في الأرض وإحنا مقابل تلفازها مقابل بورتابل كان لعب والتفليا وكان نرسل في الرسائل اللي ما غاد تزيد لي في الأشرة ديالي ولا في التواب والصعيف ديالي إلا السلبي فيها إلا الجانب الغير محمود خطير يضر في النفس وش باقي نغنعوضو هاد الأيام وش باقي نغندركو عبتني رمضان لن ندركه إذا شاء الله عز وجل قابض أعمارنا وإن شاء مد في أعمارنا فهل تمكنك أن تضمن أو أن تضمن أنت أو أنت أن تعيش إلى السنة المقبلة كتعيش دابة خدم دابة فقط اللصوص راكتار را أي واحد الأصدقاء راها لصوص شاشة التلفاز بارية دي القرى القدم هاد الهواتف الدكية اللي هي دكية واللي كيستعملها كي اللي مدكيش معها في تصرف معها فهد شي كله كلك يضيع را الأسرة ديالك الأسرة ديالك راكين لصوص وأعداء اللي يضيعوا لكل وقت ديالك فأنت الله يزيكم بإخير يا من يتابعون وناشدكم بالله ذكورا وإناد رجال أبغيناكم هذا العشرية ولا اللي يبقى في هذا العشرية را أيام قليلا يقولوا كان يا مكان حتى كان رمضان بغينا اللي يبقى ما يضيعش ما يضيعش الله يزيكم بإخير قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حتى المسرفين هذا ماشي الصالحين المسرفين الله عز وجل يغفروا ذنوبهم ومشترهم بهذه الآية هذا المسرف أما الصالح العامي المتقي فهنيئا الله وطوبة يزيد عن العمل صالحوا مع الله عز وجل في هذه الأيام نكترهم من قراءة القرآن نكترهم من حسنات الصفحات نقرأ ما نضيعش الوقت نكتر من القيام ده كش اللي ستطعت نقوم تستغفار الأذكار الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام تسبيح تعليل تكبير تحميد رخصنا نحسب الأجواء التعبودية الإيمانية في الأسرة في داخل البيت ماشي قد ضربنا غير الروح ديال الطياب والتلفاز اخدام والحلقة كده وانا غدغت تسالي حق الأخيرة راح الحلقة الأخيرة ديالي وديالك غد سالي والله العظيم لا قريبة تسالي الحلقات ديال نحن يوكي باش غد يتواجه الله عز وجل يوم القيام باش من عمل غنقدم بمسلسلات وأفلام والوصوص نجيبوهم معنا إذ تبرع الذين تتبعوا من الذين تتبعوا الله يكرمكم الله يكرمكم اللي تعرفوا الله يبارك فيكم حثوه أنا أقول لكم نشروا الشريط إذا نشرتي الله يكون هذا العمل خاص لوجهي الكريم ولكن غير العقل غير في الهواتف ديالكم التصال حثوهم يجتهدوا يخدموا أنا بغينا إن شاء الله و تعالى يرفع علينا الله عز وجل الهم والغم فهذه الأيام المباركة العشر الأواخ رفيها ليلة عظيمة ليلة القدر جوهرة جوهرة لكانت عندك في البيت غديرها في مكان وتحافظ عليها وتخاف عليها وما يقرب حد لها ولكن نحن هذين اللي هي أعظم الجورة ليلة القدر خليها تفرج مع رأسك التلفازة نعيس مع رأسك دال حديد وكارطا وداما تضيع الوقت اللهم ردنا إلى دينك رد الجميل اللهم أبريم لهذه الأمة أمر رجد يعز فيه أهل طاعتي ويذل فيه أهل معصيتي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم لا تدع لنا في هذه الأيام المباركة في هذه الليالي العظيمة ذربا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ذنئ إلا قضيته ولا مبتل إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مارضا إلا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا خلالك رضا وينهى فيها الصلاح إلا أن تنع على قضائها وإسترتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني وأحبتي ممن أدرك ليلة القضر فنالفضلها وأجرها وثوابها اللهم قونا فيما بقي من أيام على الصيام والقيام وختم القرآن والأعمال الصالحة يا رب العالمين اللهم وتقبل منا العمل اللهم وتقبل منا الجهد اللهم وفقنا إلى كل عمل خير وبر يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته